تزينت دار الأوبرا المصرية وارتدت أجمل حلالها احتفالاً بأعياد الميلاد والعام الجديد وعلى مصرحها الكبير استمتع جمهورها بحفلات قدمتها فرقة بالي أوبرا القاهرة لرائعة المؤلف الروسي تشايكوفيسكي قصارة البندق بالي قصارة البندق يعني يمكن من العروض التي لم تتوقف منذ فتح الأوبرا سنة 88 وفعلاً زي ما حضرتك بتقول الجمهور بينتظروا السنة دي عندنا خمس ليالي مليانين على الآخر السنة اللي فاتت كانوا ست عروض حتى في أوج الزروة بتاعة الكورونا كانت مليانة على الآخر برضو تدور أحداث القصة حول هدية في شكل عروس قصارة البندق طلقتها الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد ولكن تتحطم الهدية وتنام الفتاة حزينة قبل أن تعود اللعبة إلى الحياة في حلم وتتوالى الأحداث نهدم قصارة البندق من أولي 25 سنة كل سنة في الشهر ديسمبر عشان الجمهور بيهب بيشوف الهفلة بتا كريسماس المصر والكيسة الأزيزة جدا عشان كل الناس عرفين وبيستنوا إلى آخر لما الكلارا هي أترقى زي السمول كلارا ما كصارة البندق وارتبط بالي كصارة البندق بأياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصويره قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث يعد بالي كصارة البندق أحد أكثر الأعمال الكلاسيكية ارتباطا بأجواء عيد الميلاد صار عرضه تقليدا سنويا تحافظ عليه دار الأوبرا المصرية بالتزامن مع احتفالات العام الميلادي الجديد مين حبيب قناة الغد القاهرة